وفاة الشيخ الداعي حسن خبيري إثر وعكة صحية رحمه الله واسكنه الفردوس توفي الشيخ الداعي حسن خبيري ليلة الاثنين الرابع والعشرين رابع الآخر الف واربعمائة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق للثامن والعشرين أكتوبر الفين واربع وعشرين على إثر وعكة صحية ألمت به وهو في درس لتلقين القرآن لطلبته حمل على إثرها للمستشفى وهناك سلم الروحة لبارئها معارف الراحل ومحبوه ملأ فيسبوك بخبر نعي وتعزيته مذكرين بجهوده الدعوية والعلمية في تحفيظ القرآن والسنة وتدريس علومهما ذاكرين مناقبه وحسن خلقه الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي تقدم بدوره بتعزية على صفحته الرسمية بالفيسبوك جاء فيها بلغنا ليلة الاثنين الرابع والعشرين رابع الآخر الف واربعمائة وستة واربعين الثامن والعشرين أكتوبر الفين واربع وعشرين وفتى ابننا الشيخ حسن خبيري وكان الرجل فاضلا محبا للسنة وأهلها نحسبوه والله وحسبوه اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله إنا لله وإنا إليه راجعون تعازين لأسرته وذويه الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي الدكتور حميد العقرة كتب على حسابه بالفيسبوك توفي هذه الليلة أخونا الفقيه الداعي المربي حسن خبيري كان على ثغر عظيم من ثغور الإسلام تخرج على يديه أفواج من طلبة العلم وهم الآن من حملة القرآن وحفاظ السنة رحمه الله وأسكنه الفردوس وصدق الإمام أيوب السختياني رحمه الله عندما قال إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي نعم والله من يخلفهم ومن يسد المكان الذي سدوا أما الشيخ رضوى النافع فكتب توفي هذه الليلة أخونا الشيخ الداعي حسن خبيري بعد عمر قضاه في طلب العلم والدعوة إلى الله وتدريس العلوم الشرعية عرفته بهمتي العالية وحرصي على العلم والدعوة وقد نفع الله به في منطقة بني ملال وأولاد عياد وغيرها فرحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسح جناته الأساد الشاعر عبد المجيد أي تعبو علق على الخبر بقوله اليوم ودعنا ومضى إلى دار البقاء صديقنا الحبيب الشيخ حسن خبيري رحمه الله وغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولو ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى كان خبر وفاتي فاجعة بالنسبة لي فما أشد وقع ذلك في نفسي عزاؤنا أن يكون ما قدمه في خدمة العلم وطلبتي والدعوة إلى الله تعالى شفيعا له وذخرا بين يدي ربه اللهم اغفر لعبدك حسن وأسكن فسيح جناتك يا رب العالمين اللهم أبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجعل القرآن شفيعا لو بين يديك ورقي في الجنان درجات اللهم ارزق ذويه الصبر والسلوان وخافف عنهم هذا المصاب الجلل كما رث الراحل بهذه الأبيات قلبي تفجع والجوارح في وهن ماذا دهاها بعد فقدك يا حسن تبكيك أشبال التلاوة صوتها من بعد ما غاب المعلم في شجن تبكيك حلقات تآنس مرشدا من كان أخطأ في التلاوة أو لحن يبكيك طلاب العلوم وحولهم جيل تعلمه الفرائد والسنن أولاد عياد تسيل دموعه حزنا ولن ينسى الفقيد ولا ولن فلكم نثرت به دروسك صامدا وبذلت نصحك في ثراه بلا ثمن فبكم نفاخر في دروب محبة وبمثلكم في البذل يفتخر الوطن فعليك رحمة ربنا وجنانه مثواك تسكنها نعم بها السكن قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي